زار وفد مقدسي يمثل كنائس الأرثوذكس واللاتين والأوقاف والصندوق الهاشمي المملكة المتحدة والتقى الوفد هناك مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وممثلين عن القطاعات الفكرية والدينية وتأتي زيارة الوفد المقدسي للمملكة المتحدة في إطار تسليط الضوء على أهمية المدينة المقدسة ومقدساته الإسلامية والمسيحية وأكد الوفد خلال لقاءاتهم أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة وضرورة احترام الوضع القانون والتاريخ القائم والتوقف عن محاولات تغيير الطابع العربي في البلدة القديمة كما أكد القادة الدينيون أن جلالة الملك عبد الله الثاني لا يألو جهدا بالدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في وجه حملات التهويد وأن الحماية والرعاية الملكية للمقدسات تعزز صمود المقدسيين